نشرت صحيفة الأيام بتعاون مع دارة الأنصار للفكر وثقاف فصول كتاب أحاديث الوعي الوطني لجلالة الملك المفدة وقد جاء الجزء الثالث تحت عنوان إلى الشباب نداء العقل والقلب وتوثق فصول هذا الكتاب الأحاديث الملكية السامية في الوعي الوطني بما تحمله من رؤية ملكية رحبة محملة بأمال المستقبل وبما يجسد دور القائد في الأمة وأثر الأمة في تكوين القائد حان الوقت للانتقال من ترداد المقولات النظرية بشأن مكانة الشباب وأهميتهم البالغة في مجتمعاتهم إلى مباشرة ما يمكن أن نعمله ونقدمه لهم من خطط وبرامج عملية وفي تقديرنا فإن أي نظام تربوي وتدريبي لن يستطيع مواكبة حركة العصر مع تحصين هوية الأمة إلا إذا أقيم على الأسس التالية أولا تربية النشء على ثوابت الهوية الحضارية لتراثه الإسلامي السمح وعروبته المنفتحة على الجميع وأكيانه الوطني البحريني كنموذج إنساني نعتز به للتعايش والتسامح والتحاور الذي لم يتوقف في البحرين ثانيا تزويد النشء بمبادئ عامة في التطور الحضاري للإنسانية وأهم منطلقاته بما يزرع التفكير العلمي والعقلي السليم لدى الشباب ويعزز نطجه السياسي فإلمام النشء بتقنية المعلومات حتمية ولكن لا بد من موازنته بثقافة الإنسانيات ليمتلك توليفة الإبداع بين العلوم والآداب ثالثا الإعداد المهني المتقدم والمجزي وذلك لتلبية الطلب في سوق العمل التي أصبحت مخرجات التعليم في العالم المتقدم تضعه في مقدمة أهدافها هذه هي المهمة الأساسية التي كلفنا بها المختصين في الدولة للعمل باتجاهها سواء كان ذلك في تربية والتعليم أو سوق العمل أو الحياة الرياضية أو ميدان الإعداد السياسي والشأن العام الذي لا نريد أن يبقى شبابنا بمنأ عنه حيث نؤمن بقوة أن سلامة أداء مؤسساتنا الدستورية ومنظمات المجتمع المدني تعتمد على المشاركة الإيجابية والمستمرة للشباب الناضج والمسؤول إلى جانب خبرات المجربين في مسيرة البناء الوطنية ولا بد من تعبئة الشباب لمثل هذه الغاية الوطنية الشاملة وذلك للحيلولة دون استغلالهم وقوداً للمصالح والأغراض في تجارب مريرة يحفل بها التاريخ القديم والحديث فليس أبرأ من الشباب الغض في الاندفاع من أجل مبادئ العدالة والحرية والحق والتضحية من أجلها فلنجعل اندفاعه البريء والمخلص من أجل هذه المبادئ السامية اندفاعاً مثمراً من أجل وطنه ومستقبله فوق كل شيء وتجمع الدراسات المختصة على أن الشباب في السن المراهقة تتملكه الرغبة في التمرد والتفرد ما لم يعامل بأقصى درجات التفهم والحزم المتعاطف أما إذا تم استغلال هذه النزع لديه لأغراض غير أمينة فإن المتضرر الأول هو الشاب نفسه وليس أصعب على النفس من توقيف شاب بعيداً عن أسرته ومدرسته وطالما لجأنا إلى نهج العفو لتحاشي ذلك ولكن القانون سياج الحرية وإذا انتهك القانون فالحرية في خطر نعني حرية الشعب بأكمله وذلك ما لا يمكن التراخي فيه وعبر تراث البحرين التاريخي كان شبابنا بإرادته الوطنية الحرة يواجه ويتجاوز مؤثرات الولاءات الخارجية الأديولوجية وأصبحنا اليوم أمام استحقاق الولاء الوطني الذي لا خيار أمامنا غيره من أجل بناء بحرين الغد لكل بحريني وبحرينية ومن منطلق الحرص والأمانة على مستقبل شبابنا البحريني فإن مشروعنا الإصلاحي الوطني برؤيته الشاملة لخير ورخاء البحرين قد فتح أمام الشباب الطريق لصنع المستقبل الأفضل عبر قنوات من الجهد المنتج المؤدي إلى تزويده بالوعي والكفاءة وطالما آمنا أن أسعد البلدان وأكثرهم حظا هي التي يشارك الشباب بإصرارهم على التجديد والتغيير إلى جانب الآباء المجربين ولنا موعد قريب معه بحول الله لتسليمه المزيد من مسؤوليات القيادة في العمل والبناء الوطني وإذا كانت الشواهد الملموسة من إنجازات شبابنا البحريني من الجنسين تقدم الدليل الحي على القدرات الكامنة في شباب وشبات هذا الوطن فإن لنا أن نستبشر خيرا بما يستطيع شبابنا أن يقدمه ويضيفه إلى منجزاته في مجال القيادة والخدبة الوطنية وتسرني متابعة القصص الموثقة لنجاحات الشباب والشبات في مئدين العمل لتصبح قدوة لجيلهم ومن سيأتي بعدهم وعلينا أن لا نتظاهر بخلو مجتمعاتنا من بعض المشكلات الخطيرة التي تواجه الشباب بل أبد من اعتماد نهج المكاشفة والمصارحة والمقاربة العلمية في تشخيصها وضع الحلول اللازمة لها أما تجاهلها فلن يزيدها إلا تعقيدا وفي الختام فنحن على ثقة أن أغلب شبابنا سائرون على الطريق الصحيح بإذنه تعالى ويعدون أنفسهم علميا وعمليا لمسؤوليات البناء في المستقبل القريب وهم رصيدنا الوطني الذي نعول عليه وهم ثروتنا الحقيقية التي لا يمكن أن نفرط فيها وسنحافظ عليها جميعا بكل ما نستطيع وبكل ما أمدنا الله به من قوة وأيدينا مع قلوبنا وعقولنا ممدودة ومفتوحة لهم لنقرأ معهم وفيهم قصة المستقبل المشرق للبحرين اشتركوا في القناة